لكن كمان هناك كلام كثير في الغربال من قال انها عادلة عمر الكورة ما كانت عادلة لعنى الفار الفار لعب في عبه برضو لا الفار ده هو مش رادي يخرج من عبنا مش ممكن يا جماعة مش ممكن ان كل ماتش يطلع الخبراء يقولولنا الفار هو الفار ما ندعش ليه الفار ما شابش الخطأ بتاع الاهلي في حين الملال يجيبهم يدورولو وهو بيسخن لكون عمل حاجة غلط يرجعك تلات اربع العاب وراء كل جون حتى اللي بيحسبه لك لازم يعيشك انك انت الفار بيشوف جونك سليم ولي لا بينما في مطش الاتحاد الفار كان في لعبة ما رجع لهاش ما هو دي النقطة هو انت هنا ما هيكون لك قارات مؤسرة انت لغيت لي جون عشان لعبة زي دي طب تعالى بقى في ضربة الجزاء في مطش الاسماعيلي اه اصلا مش بعلق على وجهة نظري ده خبراء طالعين حللوها واستغربوا ان الفار ما يستدعيش ما هو وده بالظبط يا كابتن وجيه يا كابتن وجيه الفار فبيلعب في عجب مين بالظبط وفي الاخ ان اقول ايه مين كاسب ومين خسر اه يعني بنقولك في تقنية الفار ضامنة للعدالة يا كابتن خبراء التحكيم بيقولونك ازاي كورة ملتبسة بهذا الشكل ده هي ملتبسة على الاخرين لكن على خبراء التحكيم قالك ضربة جزاء لجونيور اجياء وهنشوفها الفار كمان ما يستدعيش الحكم في توقيت لا يحتمل مثل هذا الهراء اه احنا داخلين دلوقتي في 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 مسألة ودي برضو تاني محدش يقول لنا بتطب بتتعرضوا اللي احنا بنتعرض للي بيطلع في الفضائيات اه للكلام اللي بتقال احنا بنقول لما دول الخبراء اللي هم بينهم وبين الناس وشائج طبع تخليهم يعني متحفظين قوي اه فلم يبقوا فقدوا حتى هذا التحفظ نتيجة وضوح الالعاب ويستغربوا ان حتى رس تدعوه يا ابراهيم وضوح الالعاب اللي بيتكلموا عليها يقول لك دي الالعاب لا تحتمل التأويل اه واحد يطبق القانون غلط اه ويحسبون هو 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 يعني ما جاش في ايده او جي في ايده ما نعرفش ما هي نفس الكرة اللي انت بدول جات في ايده ما جاتش في ايده انت عسبتانا جات في ايده افشه هي هي ها شفت هي هي في بتاعة البنك الجن الدرون اه اللي قال لك ما جاتش في ايده والمشكلة في التصوير مع ان الحاكم صفر لا يقول لك ما جاتش في ايده بس المشكلة في التصوير ها يعني وما جاتش في ايده الرجل التاني ها نفس اللعب عمل كده وجات في سيده نفس يعني سبحان الله ربنا بدينا قدام كل لعبة لعبة تتحسب عليكم وتتحسب ضدك ها مش معقولة يعني والله الدوري ده لو مش بيقصوله الاهلي كان قاعد مربع دلوقتي ودلليلة خلصانة احنا عملنا مراجع الكاش في حساب اكتر من مرة وشوفنا عدد النقاط اللي بيتمنا اهدام يا بار يا بار نتيجة اخطاء زي كده يعني يعني شي فعلا مش منطقي خالص فين فين عدلت الفار يا وديع صافي مش بقولك انت جاي تجني انت ايه يعني شكلك متطمن متطمن على ايه يا اخويا لا لا انا مش مت انا ممكن اتطمن على لا انا اطمن على المستويات اطمن على ان انت بتعبوا واحد انما ما اطمنش على الاجراءات الاجراءات بطيدي تطمنك انت تطمن مين يعني يعني ما انا بقولك كابتن وجيه والفار بيلعب في عب مين بالضبط لان الامور مش منطقية في حتة عدم الاستدعاء عادينا حطله مصيادة بطلعهم نعبنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة